بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة ترون في يدي الآن هاتين القطعتين الجميلتين حجرين أحدهما بيضوي الشكل كما تشاهدون بهذا الشكل فيه باللورات بلون أزرق سماوي جميل أظن أن هذا الحجر هو بيوض قديمة متحجرة مستحاثات بيوض متحجرة أو ربما ثمار متحجرة قاموا بقصها وربما كانت هي مكسورة على هذا الشكل تشكلت في داخلها باللورات من السيلستيت بلون أزرق سماوي جميل كما تشاهدون سأحاول تكبيرها لكم شاهدوا شكل البلورات الداخلية بالنسبة لهذه البلورات الزرقاء الجميلة من السيلستيت فإنها تتركب من كبريتات السترونتيوم وهي تتشكل في الصخور الرسوبية داخل التجاويف التي أحدثتها بقايا عضوية لثمار وكائنات ربما نباتية أو حيوانية بحرية ربما أو ربما أرضية ربما تكون مرجان بحري أو نباتات كجوز الهند ثمار جوز الهند أو غيرها هذا الحجر الثاني أيضا تم سقله ليكون على شكل بلورة كوارتس من الخارج وليظهر في هذه البلورات الرائعة الجمال التي تشاهدونها كثافة السيلستيت تتراوح من ثلاثة فاصل تسعة خمسة ولغاية ثلاثة فاصل تسعة ثمانية أما بالنسبة لقساوتها فهي تتراوح من ثلاث درجات إلى ثلاث درجات ونصف على مقياس موس بالنسبة لأسعارها كما تشاهدون هذين الحجرين وزنهما يزيد عن خمسمائة جرام يزيد عن نصف كيلو جرام والكثير من محبي وهوات الأحجار الكريمة يجمعون مثل هذه الأحجار كديكورات وعينات جيولوجية يضيفونها إلى مقتنياتهم من البلورات والأحجار وهي جميلة جدا لونها سماوي يبعث البهجة في النفس مثلا سعر كل قطعة من هاتين القطعتين مئة دولار هذا بشكل بيضوي كما تشاهدون يمكن أن يستقر على الطاولة إذا تم حفر شكل بيضوي مقاعر له وهنا هذا الحجر مستقر على المنضدة كما تشاهدون للتواصل معي لاقتناء هذه الأحجار أو غيرها مما أمتلكه من عينات جيولوجية وكريستالات أحجار وأحجارها مسقولة وقلائد وغيرها وأحجار مجوهرات أصبع عندي مجموعة كبيرة يمكنكم التواصل معي على الرقم التالي الرقم على الواتس أب 0047-936-979-87 في نهاية هذا الفيديو أرجو أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته